أنا كنت يمكن رجعت فيه السؤال على مسألة هي القدرة على التحول إلى اقتصاد أكثر حفاظاً على البيئة هل العالم عمده استعداد حقيقي لده ولا لا؟ يعني أنا أقول لحضرتك حاجة بسيطة جداً والمفروض أن هنا إحنا كدولة كمصر تمام؟ جمهورية مصر العربية تحت قادرة السيد الرئيس أن بالفعل تم تطبيق الكلام ده وبالفعل بدأت الدولة تأخذ اتجاه كمصر مصر جد مصر جد وضحت بالفعل من ضمنهم المبادرة التي تم ترحاها السيد الرئيس المبادرة الوطنية لمشروعات الخضرة الزكاية وتم تقديم ألف أكثر من ستة أو سبع تلاف مشروع على مستدامة الجمهورية تم اختيار منهم 162 مشروع متنفذين على الأرض الواقع مشاريع كلها لها علاقة بالزراعة زراعة بدون تربة مشاريع اللها علاقة بالسياحة البيئية مستدامة احنا للأسف هنا يعني مش كمصر بس وأغلب دول العالم مسألة السياحة مسألة السياحة بيتم هدر كمية كبيرة جدا من البيئة السياحة فعليا بتضمر البيئة فعليا تمام وأغلب موجودة في أغلب دول العالم احنا هنا كمصر بدأت فعلا إلى حد ما برغم أن احنا عندنا يعني من ضمن الحاجات اللي عندنا أن عندنا يعني تاريخ وحضرة موجودين وأماكن وواحات موجودة على مستدامة الجمهورية كلها لم تتم استخدامها لاستخدام الأمثل السياحة رقم واحد يعتبر إلى حد ما من رقم واحد اللي بتدخل عملة أجنبية موجودة داخل مصر هنا لما يتم استخدام بالسياحة البيئية المستدامة ده يفيد الدولة جدا 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 احنا عندنا طبقا للمشكلة أو طبقا للأزمة اللي موجودة الأوكرانية الروسية تمام موجود إلى حد ما الطاقة موجودة في أغلب الاتحاد الأوروبي يعني حضرتك متابع وعارف إيه اللي بيتم في الطاقة موجود في الاتحاد الأوروبي فأغلب هتبقى موجود في الشتر اللي موجود ده كمية سياح موجودين كبيرة جدا والدولة شغالة على أكتر من 6 أو 7 سنين في المرافق في المطارات في الطرق بيتجهز الكلام لحد ما مجهزة حاجة محترمة جدا قابلة لاستقبال أكبر عدد من السياح اللي موجودين في الاتحاد الأوروبي ونقدر هنا نتطبق فيه من دمن المشاريع اللي اطلعنا عليها في المبادرة الوطنية كان بيتابعة شخصيا الدكتور سيد الرئيس دولة الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان بيتابعة شخصيا وأمر بتنفيذ المشاريع اللي موجودة ال162 مشروع يتم تنفيذهم على الأرض الواقع فهيانا الدولة المصرية فعلا إلى حد ما وغدق جدة في مسألة الطاقة في مسألة الزراعة في مسألة الأمن المائي والأمن الغذائي ومسألة البيئة والسياحة احنا بنتكلم ان لو تم التنفيذ خلال مدة وقادرة على كده كده سيد يوسف خلال شهر أو شهرين تمام يتم استقبال الوفود كبيرة جدا ودخل كبير جدا للسياحة المصرية اول موسم ده لو دخل علينا حقيقي نشاط سياحة يبقى ساعاتها بالحوط نفسنا قدام العالم او في مكانة جيدة عالميا في مسألة صناعة السياحة يعني الجهود اللي تعاملت تخلي ان احنا لو استقبلنا سياحة احنا في التمام بس هما بس الاول ييجو خلال